كان لافتاً إعلان كتائب القسام أو حركة حماس بشكل عام الإفراج عن أسيرين إسرائيليين يحملان أنجلسية الروسية بسبب ضغط أو اتصال أو بطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الثانية خلال الأسبوع الأخير هذه القناة تختلف عن قناة المفاوضات القطرية التي هي تعتبر القناة الأساسية في إسرائيل المتعلقة بصفقة تبادل الأسرع